بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رجل متعودين قبل اي حاجة نصلي على سيدنا الناس كلنا عارفين شبكة الاحداثيات اللي هي كانت زمان X و Y لكن عندنا في المساحة لقناها E و N أو N و E تمام؟ طيب ايه E و A N عندنا الخط الأفقي اللي هو X كان عندنا X تمام؟ أو Sين لكن عندنا في المساحة هو E الاست تمام؟ طيب وال Y اللي هو كان صاد لو احنا فكرين صاد لكن في المساحة عندنا N اللي هو N North تمام؟ كده عندنا East و North شرقيات و شماليات و دي احداثيات مستوية او احداثيات المساحة بتحدد بها اي موقع ايا كان زي ما انت عايز عن طريق معلومية نقطتين من الاست و النورس تمام؟ طيب لو حطيت معاهم الزد احنا عارفين ان الزد المنسوب كده بيجت N و E و Z كده بيجت مساحة U D C ليه؟ لان المساحة U D C بتهتم بتضاريس الأرض بمعنى ان المنسوب هيهتم معانا في المساحة U D C ارتفاعات و مخفضات لكن مستوية من اسمها مستوية يعني كلها منسوب واحد فبالتالي مش بتهتم غالبا بالزد وتكون N و E تمام؟ طيب دي كده الاحداثيات المستوية والاحداثيات ال U D C طيب انا بمعلومية نقطتين او بمعلومية احداثيات نقطتين اقدر احسب المسافة بينهم واقدر احسب الانحراف عن اتجاه الشمال A اقدر بقوانين بسيطة هنعرفها في الفيديو ده والقوانين دي هي اللي بيشتغل عليها Total Station تمام؟ يعني احنا هنجيب مسافة وانحراف بمعلومية احداثيات نقطتين يدوي طيب لو مثلا عندينا الانحراف وعندنا المسافة واحداثيات نقطة هل اقدر اجيب احداثيات نقطتاني؟ اه اقدر اجيب بمعلومية الانحراف وبمعلومية المسافة هنعرف الكلام ده كله بالتفصيل على الورقة والجلم زي ما كمان انتم طلبتم يلا بينا نشوف الشرح زي ما احنا عارفين شبكة الاحداثيات عبارة عن محورين متعامدين تمام؟ كمان كنا نقول المحور سين او المحور اكس وكنا نقول المحور صاد او واي لكن احنا وفي المساحة ما بنقولش سين و اكس ولا بنقول صاد و واي بنقول اي و ان او مثلا انا عندي نقطتين النقطة ايه النقطة ايه و النقطة بي النقطتين دول انا عارف الاحداثيات بتاعتهم تمام؟ انا عارف الاحداثيات بتاعتهم وليكن اني احداثيات النقطة ايه دي كده إحداثيات النقطة A طب إحداثيات النقطة B تمام؟ كده أنا عندي إحداثيات النقطة A وإحداثيات النقطة B معلومين وعندي ده ال-N وده ال-E تمام لحد كده؟ أنا جبت ال-N بتاع ال-A وبتاع ال-B وال-E برضو بتاعهم ازاي؟ النقطة A إحداثيات ال-E بتاعتها هي المسافة من النقطة إلى المحور E كده دي ال-E وال-B برضو نفس الموضوع المسافة من النقطة B إلى المحور المحور الأفقي أو المحور E المسافة هي إحداثيات E طيب وبالنسبة ال-N المسافة من النقطة إلى المحور N هي ال-N بتاعتها طيب وال-B المسافة من B إلى المحور N هي ال-N بتاعت ال-B كده أنا جبت الإحداثيات عن طريق المسافة من النقطة للمحور قوانين المسافة هي إيه؟ المسافة عندي D دي اللي هي المسافة بتساوي جزر دلتا N تربيع زائد دلتا E تربيع تمام؟ طيب الدلتا N اللي هي إيه؟ فرق الشماليات طيب والدلتا E فرق الشرقيات فرق بمعنى إيه؟ أنا عندي ال-N لل-A هنا وال-N لل-B هنا أطرح الاثنين من بعض أطرح الاثنين من بعض يعني عندي الدلتا N تساوي دلتا N تساوي NB ناقص N A ال-N بتاعت ال-B ناقص ال-N بتاعت ال-A تمام؟ لحد كده؟ طيب وال-N الدلتا E هتساوي ال-E بتاعت ال-B ناقص ال-E بتاعت ال-A قد ال-E بتاعت ال-B ناقص ال-E بتاعت ال-A طيب ده قانون المسافة طيب أنا عزيجيب الانحراف برضو قانون الانحراف بيساوي A زا أو تان تان اللي هي زا ألفا الانحراف هو ألفا هتساوي دلتا E فرق الشرقيات على دلتا N فرق الشماليات الشرقيات على الشماليات تمام؟ يبقى أنا كده في القانونين محتاج أجيب فرق يبقى لو عندي إحداثيات أطرح الشماليات من بعض وأطرح الشرقيات من بعض علشان المسافة بتساوي الدلتا فرق الشماليات زا فرق الشرقيات تربيع وليكن إن إحنا جبنا علشان مدة الفيديو بس ما تطولش وليكن إن إحنا جبنا الدلتا N ربعمائة خمسة وسبعين بوينت سبعة وسبعين طيب والدلتا E تساوي تسعمية وثلاثين وتلاتة وتسعين قانون المسافة نحن أحسب المسافة المسافة هتساوي الدي تساوي جزر الدلتا N تربيع اللي هو ده ربعمائة خمسة وسبعين وسبعة وسبعين تربيع زائد الدلتا E تربيع تسعمية وتلاتين بوينت تلاتة وتسعين تربيع ألف وخمسة واربعين وستة واربعين متر الوحدة متر تمام؟ كده أنا جبت المسافة بين النقطة A والنقطة B بمعلومية إحداثيات النقطتين عوضنا وشفنا القوانين وجبناها طيب نحتاج جيب الانحراف بين النقطتين عاز أجيب الانحراف بين النقطتين تان ألفا الدلتا E أهو تسعمية وتلاتين وتلاتة وتسعين على دلتا N اللي هي ربع مية خمسة وسبعين وسبعة وسبعين تساوي دي كده التان ألفا طيب أجيب الألفا ازاي شفت تان الرقم ده على الآلة شفت تان الرقم ده هيدينا الرقم بتاع الألفا شفت تان تان جاب لي التان عليها سالب واحد شفت تان الرقم واحد تسعة خمسة ستة ستة تمانية سبعة خمسة نكفل القص تساوي زي ما شفنا الرقم ده رقم تنين وستين وتسعة من عشرة تمام؟ عايزين نجيبو دجايج الدرجات ودجايج وثواني هندوس على الزرار ده زي ما احنا شايفين جاب لنا اتنين وستين درجة خمسة وخمسين دقيقة دقيقة وسبعة واربعين وتسعة وخمسين ثانية كده الألفا عندنا ساوت كام؟ اتنين وستين درجة وخمسة وخمسين دقيقة وسبعة واربعين ثانية كده يبنى الانحراف من الشمال للنقطتين دول الحراف بالنسبة لاتجاه الشمال للنقطتين A و B تمام؟ طيب انا لو عندي وده طبعا شغل التوتل 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 بيعتمد على المسافة والانحراف ومعلومية نقطتين علشان كده لما نربط التوتل بيتربط بنقطتين بحيث ان النقطتين بعرف المسافة والانحراف بتاعهم التوتل بيحسب كده وانت لو عايز تكمل شغل رفع او توقيع بعد النقطتين بعد النقطتين هو بيعتمد ان هو جاب المسافة والانحراف وبيديلك الاحداثيات طب احداثيات النقطة مثلا التانية لو انا عندي نقطة معلومة عايز احداثيات النقطة التانية قوانينها ايه؟ الان للنقطة التانية اللي انت محتاجها هتساوي الان للنقطة الاولى زائد المسافة بين النقطتين المعلومة والمجهولة كوزين الف الانحراف بينهم كوزين الانحراف بين النقطتين طيب والاي الاي للنقطة التانية بتساوي الاي للنقطة الاولى زائد الدي ساين الف ده اعتماد قوانين التوتال استيشن اعتماد كله على اللي احنا بنقوله ده هو بيشتغل بنفس الفكرة دي تمام؟ انت عندك نقطة تانية مجهولة مثلا عايز ترفح بتروح انت رابط اصلا بنقطتين معلومتين بتروح على النقطة وترفحها يروح هو معلوم عنده المسافة هيحسب المسافة اولا ويحسب الانحراف بالنسبة للنقطتين اللي انت رفعتهم يديلك يعوض هنا بالنقطة الاولى اللي انت رابط عليها والمسافة اللي حسبها والانحراف يديلك احداسيات النقطة ويتم عملية الرفع اتمنى الفيديو كنا لعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة